أعلوه بل، الله أعلى وأجل أعلوه بل هكذا حين يختزل الوطن والجمهورية والحزب في شخصية الطاغ المستبد وهكذا حين يصبح الحزب أداة لتمرير الأهواء حمله أنصاره على أكتافهم بعد أن سلموا وطنا بأكمله لعصابة عاثت فيه خرابة ساعات تفصل صنعاء عن يوم الرابع والعشرين من أغسطس يوم الحشد الذي دعا فيه المخلوع وأتباعه أنهل أم إلى السبعين ومثله دعا زعيم الميليشيا أتباعه إلى سد المداخل ولكل منهما حساباته التي لا علاقة لها باليمنيين ولا بلادهم فمن ذو الناب الأقوى والقفضة الأقسى وقد بات المنادي ونادي من أطراف المدينة لمن الغالبات اليوم في صنعاء يعود اليوم شركاء الانقلاب خطوة إلى الوراء وكل نكشر عن نابه ويرد اللافتات بالأخرى والتصعيد بالتصعيد تبدو شوارع العاصمة المسلوبة ميادين مفخخة بالخوف وحدهم المدنيون من فقدوا أصواتهم أمام مكبرات الصوت وزوامل النفير للحرب ووحدهم الأكثر فزعا من انزلاقات أمراء الحرب لمواجهات يختلط فيها الحابل بالنابل اتهامات متبادلة على ارتفاع أوارها كشفت عن سوء نوايا كلا الطرفين فإعلام الميليشيا يتهم المخلوع بالتحالف السري مع الرياض من أجل الانقلاب على شركاء الانقلاب السابق والآخر لا يتوانى عن الرد يسعى المخلوع لاستعراض قواه ورهانه على حزبه الذي يحاول أن يقدم نفسه كمنقذ للحظة الحرجة وممثل للداخل بعد أن فقد فرصته مع شريكه في الانقلاب وفقد أمله في تقاسم مغانم السلطة ونفوذها وهو ما يراهن عليه آخرون من أن المؤتمر هو حصان طروادة الذي سيفك أسوار صنع أمام قوات التحالف ويهدم جدار الحوثي من الداخل وبين الأهداف المعلنة والخفية يظل حزب المخلوع في نظر كثير من اليمنيين هو القوة الناعمة للانقلاب والتي سلمت للميليشيا أعناقهم ومفاصل دولتهم ومدنهم وقرأهم وانخرطت قواه في الانقلاب على الدولة وفي قتل وتدمير البلاد فهل لا يزال المضبار السياسي والتعبير السلمي ميدانا مفتوحا للقتلة؟ يقف اليمنيون اليوم أمام معادلة سياسية موضوعية مفادها ينزل من يشاء ويحشد من يشاء فالجمهورية والدولة لن تعود إلا على يد أبنائها وحماتها